نرجع تاني لنادي الزمالك بارح كان معايا أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك وقال أنه أحمد سيد زيزو قال أنه مش هيستغل الشرط الجزائي في عقده وأنه لو جاله عرض مناسب لي وللنادي ممكن نادي الزمالك يسمح بدا أحمد سيد زيزو فعليا أبلغ نادي الزمالك برغبته في الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي خاصة أنه عنده كثير من العروض المهمة جدا أبرزها في الدوري القطري زيزو رحب بالعرض نظرا لضخامة المقابل المادي المعروض على اللاعب واتحدث زيزو مع مسؤولي نادي الزمالك حول رغبته في العودة لتجربة الاحتراف والخروج من الباب الكبير بس زيزو أكد على نادي الزمالك أنه مش هيستغل الشرط الجزائي في عقده الشرط الجزائي في عقده زيزو قوله الجد قوله الجد أي نادي ينفع يدفعه أي نادي بس هو مش هيستغل الشرط ده هو عايز يخرج عن طريق نادي الزمالك يعني النادي الزمالك يجي له عرض مناسب عرض مناسب الزمالك يرد به هيخرج لو الزمالك رفض العرض هو مكمل مع النادي لعب محترم لعب مهزب وطبيعي جدا يكون عنده العديد من العروض المغرية أفضل لاعب في مصر بمسافة كبيرة عن أقرب منافسيه يعني هو الأفضل في هذا الموسم عن أقرب منافسيه بمسافة كبيرة بعيد مستوى مدهش وطبيعي جدا هيتنهال عليه العروض وعروض باهزة السمن شوف بقى أنت عايز إيه؟ يعني أنا حسب معلوماتي العرض المقدم لي زيزو من أحد الأندية القطرية يقدر بالمصري بخمسين مليون جنيه في الموسم مغري عرض مغري بس هو مش هيمشي من نادي الزمالك بالشرط الجزائي هيمشي بموافقة نادي الزمالك لو قبل نادي الزمالك هذا العرض دي الحكاية بتاعي زيزو